دكتور فتحي بصفتك خبير إعلام رقم ليه ما تقولش أن المواطن النهاردة بقى عنده صحفته اللي بيكتبها بإيده عنده قناته التلفزيونية اليوتيوب بقى هو مزيع كمان وعنده 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 واش ده حقه؟ طبعا حقه والإعلام بشكل عام احنا دلوقتي بنتكلم على نموذج اسمه المواطن الإعلامي أو المواطن الصحفي احنا دلوقتي مفاهيم الإعلام التقليدية هيتغيرت تماما ما بقاش أنت حضرتك من مصدر لمتلقين ولكن لا أصبح نموذج الإعلام التفاعلي ما أصبحش نموذج الإعلام سلبي أنت بتتلقى معلومة وخلاص لا ده أنت بتتلقى معلومة وتتفاعل مع هذه المعلومة وبتصنع هذه المعلومة فأنت بتتكلم دلوقتي عن مشهد إعلامي أصبح المواطن في صانع للمادة الإعلامية وأصبح هناك أنماط إعلامية جديدة متميزة زي مثلا نمط إعلام الهاتف المحمول أنت أصبحت هذه الوسيلة الاتصالية اللي كانت في الأساس معمولة عشان خطر المكالمات وتلقى الرسائل أصبحت هي وسيلة إعلام متكاملة أنت بتصور أنت بتمنتج أنت بتعمل السكريبت أنت بتبس كمان من خلال هذه الوسيلة فأنت غيرت من النمط الإعلامي الموجود وده اللي خدنا للإشكالية الكبيرة اللي احنا كنا تحدثنا فيها قبل الفاصل أنه أصبح يستطيع أي شخص أنه يقول أي حاجة دون أن يكون هناك رقيب وده النقطة القوية جدا اللي لازالت بتخلي وسائل الإعلام التقليدية لها القدرة على الاستمرارية أنت حضرتك كنت سألت أستاذ محمد هذا السؤال الشبكات التواصل الاجتماعي هل هتقضي تماما على وسائل الإعلام التقليدية الاتجاهات الجديدة بتقول لا يعني ده غريب ومستغرب هي هتأثر على تواجدها ولكن هي مش هتنهيها تماما لأنه إحنا ظهر دلوقتي في الأدابيات الإعلامية ما يطلق به بالعلاقة التوائمية أو علاقة التعايش أصبحت وسائل الإعلام التقليدي بتتعايش وبتكيف نفسها عشان خطر تتكيف مع وسائل الإعلام التقليدية على سبيل المثال التلفزيون إحنا دلوقتي أصبح عندنا حاجة اسمها التلفزيون التفاعلي وعندنا حاجة اسمها التلفزيون الكابيلي وعندنا حاجة اسمها الـ IPTV مثلا على سبيل المثال فأصبح التلفزيون بيتفاعل أو بيتور من نفسه عشان يتعامل مع البيئة الاتصالية الجديدة ولما هيجي بقى الميتا فيرس ولما هيجي الواقع الافتراضي الجديد هتلاقي أن الوسائل الاتصالية بتندمج جوه هذا الواقع الافتراضي لأن هذه هي نقطة الخطورة الحقيقية يعني أنا دلوقتي يا فاندب أنا ما بحبش أتكلم عن شبكات تواصل الاجتماعي لأن شبكات تواصل الاجتماعي في غدون سنوات قليلة جدا هدى اختفي لأنها في غدون مثلا خمس سنوات على أقصى تقدير هتلاقي شبكات تواصل الاجتماعي بشكلها التقليدي اختفت واندمجت كلها دخلت تحت منصات الميتافيرس اللي بقاها تكون لها تأثيرات ثقافية واقتصادية وسياسية وسلوكية علينا أن نستعد لهم الآن